بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وتركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الماس في المنام. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الماس. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. هنعرف تفسيره للمرأة بشكل عام سواء كانت آآ عزباء آآ متتوجة مطلقة حامل وكمان هنعرف معناه دي الرجل. اول حاجة رؤية العصور على الماس آآ من الروح اللي بتبشر الشخص لو كان هو بيسعى لعمل او قناعات العالي لعمل. فبشرى لي بوظيفة ووظيفة مرموقة آآ هيحصل عليها كمان من الرموز اللي بتدل على الربح وعلى تحقيق مكاسب وتحقيق آآ ارباح. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على منصب ومنصب آآ كبير سواء آآ في آآ عمله او من الناحية العلمية كمان. من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق وكمان احيانا بيدل على حفظه للقرآن الكريم. اللماس كمان من الرموز اللي بتدل على المال وعلى الغنى وعلى الصروة وعلى السلطة وعلى الجاه آآ من الرؤى اللي آآ بتبشر الشخص برضو بي آآ قربه من الله سواء الله وتعالى بحفظه للقرآن الكريم. اما رؤية ضياع الماس من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة. آآ فلالأسف ممكن تدل على فكر او على ازمة آآ صحية. آآ كمان رؤية الماس الكتير. لما يشوف الشخص آآ مجموعة من الماس آآ كتير على الارض فده بشارة بتحسن في آآ مستوى المعيشة بتاعته وبشارة ب آآ رفاهية بقدوم آآ نعم. آآ كمان رؤية العقد من اللماس برضو من الرموز اللي بتبشر الشخص بتحقيقه لأحلامه لتموحه. آآ بشارة برضو بوظيفة او بعمل. لما يشوف انه آآ الماس ده اتقصر سواء كان خاتم او عقد او اي شيء مصنوع من الماس يشوف انه اتقصر. آآ للأسف من الرموز برضو اللي بيكون غير مستحبة اللي ممكن تدل على خلافات او على مشاكل لو كان الشخص آآ مرتبط او كان آآ متزوج. آآ كمان الفصوص بتاعة اللماس. اللي صور على فصوص ماس او شراء آآ آآ فصوص ماس او اهداءها. كل دي من الرؤى اللي بتبشر بحصول الشخص على امنية وعلى حلم كان منتظره من فترة آآ طويلة. من الرموز برضو اللي بتدل على الرفاهية وعلى الاستقرار وعلى آآ آآ الحل مشاكل يمكن بعد ومعناه وبعد آآ تعب. لما يشوف الرأي ان السرق منه حاجة مصنوعة من الماس. من الرموز برضو اللي بتكون غير محمودة احيان بتدل على ضياع فرصة كبيرة وفرصة آآ سمينة للرأي. لو كان الشخص طالب فمن روها للأسف بتدل على عدم توفيقه في الدراسة. او فقدانه اللي فرصة عمل او آآ فقدان مال. او فرصة سفر كان بيسع وراها آآ من الرموز اللي بتدل على آآ فقدانها. المرأة المتزوجة لما تشوف الالماس. آآ رؤية ان هي آآ معاها خاتم من الالماس آآ من الروع اللي بتبشر بسعادة زوجية كمان باستقرار آآ وزوان للمشاكل. لما تشوف ان زوجها هو اللي بيهديها بالخاتم ده. فده حب ومودة وتفاهم آآ بينهم احيان كمان من الرؤى اللي بتدل على الحمل. آآ لما تشوف ان هي بتشتري شيء مصنوع من الماس آآ فبرضو من الرؤى اللي بتدل على قدوم خيرة على قدوم مال على تحسن في آآ مستواها المعيشي. آآ كمان آآ من الرموز اللي بتدل على صروة على آآ رفاهية آآ برضو من الرموز لما تشوف انه ضاع منها فمن الرؤى اللي بتدل على آآ حزنة او آآ هم. لما تشوف ان هي لقت آآ 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 الخاتم ده بعد مضاع منها فتت عويد من قبل الله عن شيء هي آآ فقط ده. كمان الفتاة العزباء برضو لما تشوف ان هي حصلت على شيء من الماس او بترتدي شيء من الماس زي خاتم او آآ عقد فبيكون آآ بشارة ليها بالسعادة وكمان بتحقيق آآ آآ نجاحات آآ وبتحقيق انجازات آآ لو كانت بتسعى لفرصة عمل فمن الرؤى اللي بتبشرها بحصلها على آآ فرصة عمل آآ آآ مرموكة. الخاتم المكسور لي او العقد المكسور للفتاة العزباء المصنوعة من الماس من الرؤى اللي بتدل على احيانا آآ آآ لو كانت هي مرتبطة بالشخص او مخطوبة فمن الرؤى اللي بتدل على آآ آآ مشاكل هتحصل آآ آآ مع الشخص ده وممكن تؤدي للانفصال آآ آآ كمان آآ لما تشوف ان هي حصلت على آآ هدية من الماس آآ آآ سامينة فمن الرؤى اللي بتبشرها بالزواج والزواج آآ من شخص آآ يعني حالته المادية ميسور وهيكون سبب في ساعاتها وفرحة ليها. كمان فصوص الالماس برضو من الرموز اللي بتدل على تمام آآ الزواج من شخص هي مرتبطة به سواء خطبها او شخص بينها وبينه مشروع للارتباط. المرأة الحامل كمان لما تشوف الخاتم المصنوع من الناس فبردو بشارة بان هي آآ لو كانت بتمر بفترة صعبة او مشكلة فهتتخلص منهم آآ قريبا. لما تشوف ان هي نبسة عقدة من الماس فمن الرموز اللي بتدل على انجابها لذكر والله واعلى واعلى. آآ كمان الالماس من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة او كمان ولادة آآ ميسرة. المرأة الحامل المرأة المطلقة آآ لما تشوف ان هي برضو آآ معها آآ ماس فمن الرؤى اللي بتدل على سماحها الاخبار السارة في القريب آآ كمان لما تشوف ان في حد بيهديها بالماس. لو كانت طلاقها فمن الرؤى اللي بتدل على رباحهم مرة تانية لبعض او حل مشاكل كانت آآ ما بينهم آآ لما تشوف ان الشخص ده غريب فمن الرؤى اللي بتدل على سواجها آآ من شخص آآ آآ يعني آآ آآ آخر. لما تشوف برضو الناس لو كانت هي بتمر بفترة صعبة فيها هموم او قلق او خوف او توتر فبردو بيكون بشارة آآ بآآ انتهاء. الرجل برضو لما يشوف الماس من الرؤى اللي بتدل على السعادة وعلى الاستقرار وعلى تحقيق آآ آآ امنيات آآ كمان لو كان هو غير متزوج فمن الرؤى اللي بتبشره بالزواج والزواج من فتاة هتكون على آآ 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 كمان لو كان بيسعى لفرصة عمل او كان عاطل عن العمل فبردو بشارة لي بحصوله على آآ فرصة آآ عمل آآ جديدة. من الرؤى برضو اللي بتدل على قدوم خير ليه وكمان قدوم رزق وقدوم آآ آآ صروة. قصر خاتم اللماس بالنسبة للرجل احيانا للأسف بتدل على تعرضه لخسارة آآ مالية او مادية آآ كبيرة لو كان هو تاجر او بيمتلك عمل تجاري فلالأسف بتدل على آآ خسارة التجارة بتاعته دي. تجده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الماس بشكل عام سواء كان آآ عبارة عن فصوص او خاتم او آآ عقد. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.